يقولون إنه أسرى من أندرويد جداً قرار من واتساب ست الحبايب راحت فيها أهلا بك في نشراتك أفضل ألعاب ببجي صارت أصعب تجربة أفضل هاتف بأرخى السعر شاهد بعد النشرة ضيوف عند شركة هواوي يريدون تجربة نظام تشغيل هواوي من هم؟ وماذا كانت النتائج؟ إليك التفاصيل حينما حضرت جوجل شركة هواوي من استخدام نظام أندرويد كان أمام الشركة الصينية خياراً الأول هو الانتظار لحل المشكلة والعودة لكوكب أندرويد أو مواصلة العمل على نظام تشغيل خاص بها لكن هواوي على كلا الحالتين ستعمل على نظامها فهي ربما تعود للأندرويد ويتم حل الأزمة لكنها ترى أنها ستبقى تحت سيف الآخر ويبدو أن سيف الولايات المتحدة سيبقى مشهراً لا في الغمد أحدث التقارير تقول أن أواوي رفعت وطرة العمل عن نظامها وأنه سيكون جاهزاً للإطلاق في غضون شهور قليلة وسيحمل اسم هانج مينغ وفي تقرير نشرته جلوبال تايمز وهي صحيفة تصدر باللغة الإنجليزية من الصين تم عرض نظام هانج مينغ والذي من المتوقع أن يحمل اسماً تجارياً الصحيفة قالت أن التجارب أظهرت أن نظام التشغيل أسرع بنسبة 60% من نظام أندرويد لكن لا يمكن التسليم بهذه الأرقام على أنها حقيقية 100% فالنظام التشغيل عند تنزيله في البداية يكون سريعاً لكن الحكم الحقيقي عليه بعد تنزيل التطبيقات والألعاب والملفات وإخضاعه لتجربة لكن المثير للاهتمام أيضاً ما ذكرته الصحيفة بأن شركتين أوبو وفيفو الصينيتين أرسلتاً خبراء من طرفهما لاختبار نظام تشغيل أواوي على هواتفها وأخذت الشركتان انطبعاً جيداً عن النظام وفي هذا إشارة إلى أن الشركات الصينية متخوفة من لقائها نفس مصير أواوي وتردها من حديقة جوجل ونظامها أندرويد وعندما سئل مسؤول في شركة أواوي عن الموعد الرسمي لإطلاق نظام أواوي قال هذا سر ويعتقد بعض المحللين أن هاتف أواوي P40 المرتقب سيكون مزوداً بنظام تشغيل هانج مينغ في حين أفد موقع بأن أواوي قد تمكنت من شحن مليون هاتف ذكي مع نظام التشغيل الخاص بها ولا يعرف ما إذا كانت هواتف متاحة فعلياً في السوق ورغم أن المحللين حذروا من الضرر الذي سيلحق بشركة أواوي على المدى القصير على الأقل لكن أواوي ستمضي في طريقها حتى لو استغنت عن جوجل وخدماتها لا سيما وأن شركات تقنية كبرى تعمل الآن مع أواوي لدعم إصدار نظامها القادم ومن بين هذه الشركات شركة تنسنت الصينية العملاقة في مجال الإنترنت قرار من تطبيق واتساب إشراءات قانونية كل من يقوم بتحويل الأخبار والشائعات فماذا قال النشطاء مواقع التواصل؟ تخيل أنك في المحكمة بسبب رسالة قمت بتحويلها عبر واتساب حسناً هذه أخبار سيئة لأصحاب الشائعات والأخبار المزيفة على تطبيق واتساب وقبل معرفة تفاصيل الخبر عليك أن تشاهد هذا التقرير مع أصحاب الرسائل المحولة طبعاً لا نقصد الستة الوالدة تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك أعلن أنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستخدمين الذين يرسلون رسائل كثيرة وفي تحديث على قسم الأسئلة والأجوبة المتداولة الخاص بواتساب قال التطبيق سنتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يشارك أو يساعد الآخرين في سوء الاستخدام الذي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا وضف التطبيق أنه ابتداء من السابع من ديسمبر المقبل ستبدأ حملة محاسبة من وصفهم بالمخالفين لقوانين الشركة وبرر واتساب القرار بأنه حملة تهدف إلى معاقبة كل من يستخدم منصتها لنشر رسائل المزعجة المعروفة بالإسبام وهو أمر مخالف لقيود الاستخدام ونقلت صحيفة الاندبندنت عن متحدث رسميا باسم الشركة قوله أن واتساب صمم للرسائل الخاصة لذلك اتخذنا إجراءات لمنع الرسائل الجماعية وفرض قيود على طرق استخدام التطبيق وكان تطبيق واتساب اتخذ سابقا بعض الإجراءات مثل تحديد عدد الأشخاص لتحويل الرسائل إليهم فأصبح بإمكانك فقط تحويل أي رسالة إلى أربعة وذلك لتخفيف نشر الرسائل الجماعية التي غالبا ما تحتوي على أخبار مزيفة وتفاعلت مواقع التواصل مع الخبر فالبعض قال على الست الوالدة أن تحذر وآخر قال راحت فيها الحجة سوني غابت عن مؤتمر اي ثري لكنها لم تغب عن بال مايكروسوفت التي أطلقت جهازا لمنافسة بلاي شتيشن فايف بروجيكت سكارلت الجيل القادم من جهاز أكس بوكس الذي كشفت عنه شركة مايكروسوفت خلال مؤتمر اي ثري للألعاب الإلكترونية ويبدو أنه خطوة استباقية من الشركة الأمريكية لمنافستها السوني التي أعلنت عن مواصفات جهازها بلاي ستيشن فايف في شهر إبريل الماضي مايكروسوفت قالت في المعرض إن وحدة التحكم الجديدة ستكون قادرة على تقليم معدل إطارات تصل إلى 120 إطارا في الثانية وأن الجهاز الجديد سيشمل أيضا محرك أقراص صلب من نوع SSD وهذا يعني سرعة أعلى في تشغيل الألعاب مقارنة مع محركات الأقراص الصلبة الميكانيكية القديمة وطورت جيلا جديدا من أقراص التخزين SSD يمكن استخدامه كذاكرة وصول عشوائي رام افتراضية وهو ما تقول الشركة إنه سيدعم الأداء بأكثر من 40 ضعف الجيل الحالي وهذا ما يعني تحميل الألعاب أسرع كثيرا وذكرت مايكروسوفت أن الجهاز الجديد سيتم إطلاقه مع لعبة Halo Infinite من مايكروسوفت في العام المقبل وتعتبر مايكروسوفت في الجيل السابق من Xbox على معالج بتصميم خاص استنادا على معمارية Zen 2 وRadeon RDNA من شركة AMD كما سيحمل الجهاز رام من نوع GDDR6 بسرعة أكبر من خلال معدل نقل بيانات يصل إلى 16 جيجا بيت في الثانية ويدعم الجهاز الألعاب بدقة 8K أكدت مايكروسوفت أن لعبتها الجديدة Halo Infinite قادمة مع إطلاق مشروع سكارلت أو جهاز Xbox الجديد لكن مايكروسوفت لم تكشف أي تفاصيل عن تصميم الجهاز في نفس المؤتمر كشفت مايكروسوفت خلال مؤتمرها في E3 2019 أن خدمتها لبث الألعاب Project X Cloud ستتوفر للمعاينة في أكتوبر المقبل 2019 والمتوقع أن تنافس خدمة Stadia للألعاب التي كشفت عنها جوجل مؤخرا مع دعم ميزة بث الألعاب مباشرة من خلال أجهزة Xbox من المتوقع أن تطلق شركة مايكروسوفت الجهاز في موسم العطلات من العام المقبل لكنها إلى الآن لم تحدد تاريخا معينة سؤال الأسبوع كان لمتابعينا هل بدأت PUBG تتراجع بسبب المشاكل الأخيرة مثل الهكر؟ قال 70% من متابعي رقمي إن لعبة PUBG انخفضت شعبيتها وبدأ يقل الإقبال عليها لعدة أسباب أهمها كثرة الغش بسبب وجود الهكر داخل اللعبة مما يفقد اللعبة شرط اللعب العادل بالإضافة لتوجه العديد من المستخدمين لألعاب منافسة أخرى ناهيك عن التحديثات الجديدة التي أثرت على اللعبة بشكل سلبي وجعلتها أكثر بطءا فيما قال 30% من متابعي رقمي إن لعبة PUBG ما زالت باستدارة وهي أكثر الألعاب شعبية في العالم وأضافوا بأن اللعبة بتطور مستمر وتقدم لما هو جديد وتسعى لتلافي السلبيات عبر محاربة الهكر والآن الفائزون الخمسة بأسم الصور لهذا الأسبوع للمشاركة في المصابقة تابعونا في منصور خاص كل يوم إثنين على فيسبوك والآن أهم الأخبار تقرير صادم يقول إن شركة سامسونج لم تحقق أي تقدم في عملية إصلاحة فيها القابل للطاي جالكسي فولد وقد يتم طرحه متأخرا كما أن شركة هواوي أعلنت رسميا عن تأجيل طرحة فيها القابل للطاي ميت إكس دون الكشف عن الأسباب وهذه صور واقعية مسربة لهاتف جوجل بيكسل فور بتصميم كاميرات يشبه تصميم الآيفون القادم حسب التسريبات شركة أدوبي طورت أداة ذكاء الصناعة يمكنها كشف التعديلات على الوجوه في الصور أعمل نفسك مي أعمل نفسك مي سامسونج تكشف عن شاشة تلفاز جديدة بتقنية مايكرو LED جديدة والشاشة عبارة عن قطع يمكن تركيبها على الجدار وتعمل بدقة 8K مقاس الشاشة 292 إنش ولا معلومات عن السعر لكن نعتقد أن عليك بيع المنزل والسيارة وأخذ قرد من البنك لتشتري قطعة واحدة من الشاشة شركة إيكيا تسخر من تصميم ماكبرو الجديد وتنشر هذه الصور المشابهة لتصميم الجهاز وتكتب عليها مصممة للتفاح شاهد حلقة مي سيركيو عن الجهاز شاومي تستعد لإطلاق الهاتف مي ناين تي في الأسواق ابتداء من الأسبوع المقبل وأول الأسواق ستكون ماليسيا يذكر أن هذا الجهاز هو نفسه ريدمي كي توانتي لكن باسم مختلف شاهد تقرير رقمي عن الهاتف لايك وشير لدعمنا ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك إشعار قناة رقمي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر